طيب بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وسعى عصو الله الأمين اليوم الخميس 25 الساعة 12 للا تزعى دقائق إن شاء الله نناغش بعض الأمور معكم في هذا اللايف وإن شاء الله الإنترنت ينستر معنا يعني ما تنقطع الخدمة يعني طيب هو شيء في البدء يعني أنا دار أقدم التحية لكل ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة السودانية في جميع أنحاء السودان وعلى وجه أخص المرابطين في خنادق ومخندقين في أنحاء العاصمة القومية في محيطها الخارجي وفي قلب العاصمة وفي مواقع داخل العاصمة والبنفز مهام بمهنية واحترافية عالية في أعلى درجات الانضباط والتقيد بتعليمات القيادة العامة القيادة العامة وكذا لهم التحية وإن شاء الله ربنا يعني ربنا إن شاء الله يتقبل جهادكم واقتربت إن شاء الله صعت النصر والفرج الكبير التحية لكم ودي الناس شغالين بأعلى درجات المهنية أنا اللايف دا الخطاب فيه للشعب السوداني عموما أول حاجة لهم التحية كل السودانيين في جميع عنحاء السودان الوقفوا وتوحدوا لأول مرة في تاريخ السودان خلف جيشهم توحد كامل ممكن نقول بين نسبة مية في المية الكم ألف القاعدين من المنافقين ديل ما بيأسروا عليهم يعني ما جزء من النسبة العامة يعني المنافقين يعني ودار تعرفهم طبعا آيات كثيرة إحنا قلمنا فيها عن المنافقين ربنا لكن هسا ما زال في منافقين بيقول ربنا قال إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها لما تحصل يعني حاجة للجيش ما كويس بيفرحوا طبعا ديل المنافقين ربنا قال وإن تصبروا تتقوا لا يضركم كيدهم شي والله بما يعملون محيط فعني إحنا ديل نسبة آلاف يعني لو بيقوا أي شي لو بيقوا مية ألف ميتين ألف من التعداد بتاع السودانيين الف الداخل والخارج البيرو على خمسين مليون سوداني توحدوا جميعا خلف جيشهم ديل نسبة لا تذكروا ما في ذاته يعني شعب في الدنيا متوحد بالطريقة دي كله يعني لأنه هس عندك مثلا تركيا الشعب تقريبا منقسم إلى نصفين في أمريكا بيتقسموا على اتنين في بريطانيا ما بتلقى نسبة بالنسبة دي إن الأمة كاملة الأمة السودانية متوحدة خلف جيش بالطريقة دي يعني لو يقولوا المحن فيها المنح وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم الحمد لله بهذه المعركة معركة الكرامة ربنا وحد الشعب السوداني كله فحيكون خطابي بعد ذات للشعب السوداني في ولاة خرطوم يعني سكان خرطوم دا الحاجة الأساسية الدارين نتكلم عنها لكن قبل ما نبدأ فيها دا رد كلام عن الجيش لأنه في كلام كتير بثيروه المرجفين في المدينة طبعا ربنا قال لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لنجاورونك فيها إلا قليل يمكن يكون الوضع أحسن من كده والجيش ما بتحرك والجيش ما عارش وطبعا في ناس بيقولوا الكرام دا برضو بحسن نية لعدم إدراكم لمهنة القتال لمهنة الجيش ما أركان ما جستير لو جبت فيه دال أو جيم ألف با جيم دال لو جبت جيم أو دال أنت ما هتكبأ أصلا عميد كل كله لو جبت جيم بس إلا ترجعه تاني بأنك تعمل غادة تلوية لو ما جبت ألف با ما بتعمل زمال ولو ما عملت زمال ما بتترقل والزمال الدراسة استراتيجية وهذه أمثلة فالتطور المهني السي بي دي الموجود في القوات المسلحة ما موجود في أي مهنة أخرى الآن في السودان من التدريب تدريب مهني هو أساسا professional training وأكاديمي اللي اتنين تويشن و professional structure training بدربوه كده دا الحصة أعلمكم كده بال four stages بيقوله وبيقول عشان أنا وعشان الشرح ويقول المتدرب four stages من كل مراحل التدريب فتدريب مهني وتدريب أكاديمي وكده ودورات حتمية لو ما عملتها ما بتترقى الليالة في الخدمة المدنية انت ممكن من مدخل الخدمة لحد ما تصل الدورة الدرجة الأولى ما يكون عندك أي حاجة ملزمة إنك تعملها غير سنين الخبرة يعني فنحن عندنا الخبرة العملية التراكمية في القوات المسلحة وعندنا الدورات الحتمية اللي بتتحتم عليك إنك انت لو ما عملتك ما بتترقى ولذلك الناس اللي بيصلوا رتب عليا لما انت تصل رتبة اللواء ولا تصل رتبة الفريق دي ما دي انت بكون عندك خبرة تراكمية عملية مهنية عالية جدا وخبرة أكاديمية ومعظم من حاصلين حتى على شهادات الدكتورة العادية يعني عرفتها فنحن نحني جيشنا الناس بيقول لك الجيش يتلك والجيش كده طيب والناس يقول لك الجيش ده ليه ما استدعى الاحتياط ما يستدعى الاحتياط طيب الاحتياط بتاع الجيش شنو دي ما قوانين يا جماعة الاحتياط بتاع القوات المسلحة هم من تقاعد عن خدمة القوات المسلحة كان ضباط صوف ولا ضباط جنود ده الأول الاحتياط الثاني هو الخدمة الوطنية الاحتياط الثالث اللي عنده غانون هو الدفاع الشعب دي حاجات عندها قوانين موجودة قانون الاحتياط في قوات المسلحة قانون الخدمة الوطنية قانون الدفاع الشعب دي الاحتياطات الموجودة للقتال بالاضافة للقوات النظامية الاخرى من اجهزة الامن والشرطة وكذا ودي حنجي لدوره هي اساسا شنو العمل ده فيه عمل امن داخلي وفيه امن خارجي وانمز على مؤقتة شوية لما انت تتكلم عن احتياطات الجيش العسكري دي عاصو لما ندور نيك الف خمسة الف دي المدة بتاعت التجنيد تلاتة سنة فقط فقط تلاتة سنة ده الغانون متى الجيش لما نجندوك انت جندي تلاتة سنة تاني يجددو لك الخدمة تاني مفروض يعمل ليك كشف طبي وتاني شفوق صالح للخدمة ويجددو لك في مدد والتجديد عنده غانون والمدد عنده غانون في الجيش يقول لك هزول نمكمل المدد يعني استاوعب كل المدد الممكن يجددو لك عشان يستمر في الخدمة فما ساكد فالانسان لما يحلل معاش بالذات من ضباط الصف بيكون مكمل المدد ولا عنده حاجة طبية لجنة طبية عنده مشكلة قضية حاكموا فيها لكن في الاساس غالبية الناس بيكونوا مكملين المدد والمكمل المدد ده أصلا بيقول ما فتل الغتال انت دائر زول مقاتل معنات دائر شباب من 18 سنة لحد عمر 30 35 سنة بل كثير 40 سنة ده زول ممكن يشيل بندقية ويكاتل والدول بتعمل سقف الخدمة لحد 50 سنة انه الزول لحد 50 سنة في الخدمة الوطنية ممكن يقاتل فانت عندك عمر بتاع غتال فالناس اللي تقاعدوا من الخدمة من ضباط الصف بنفس الطريقة معظم الضباط الذين تقاعدوا من الخدمة تقاعدوا برضو لأسباب يا انتهت مدة خدمتهم يا عندهم حواجز بتاع الترجي ما ترجو ما انت مفروض تعمل دورات حتمية ما عملتها بدك سنتين ودي مسهول التضابط الشخصية انك تطور نفسك وتطور مقدراتك ده الدورات المفروض تطلعه انت اذا ما طلعت الدورات دي بتوك سنتين اذا ما استوفيت الشرط الخدمة بتنزل من الخدمة اضافة لانه انت لما تصل لردبة اللواء الهرم بيقبضيق جدا جدا في الغيادة ولذلك اصلا الترجية لردبة اللواء بتكون ضيقة الدفع الجبال دخلت الكلية الحربية فيها 300 أو 400 ضابط البيجوا يتنافسوا فيها على ردبة اللواء ما بيصلوا ليون 20 أو 30 في كل سنة لانه انسا ما في خانات لانه انا ما برجي زي ما في الخدمة الودنية ما بيزول بيرجول لها ردبة عميد وما عنده شاغرة لوظيفية ما بيزول بيرجول لها ردبة اللواء وما عنده وظيفة لانه انت رقيق عميد ما عادتها لازم تمسك اللواء مشاه تقود وكيدا في خلاء الله ده تقبل لواء لازم انت تمسك فرقة فالجيش محدود فالخانات محدودة ولذلك حتى لو كانت تستوفيت بعض الشروط بيجوا بالأقدمية والله عندنا العشرين خانة لواء فاضية بيشوفوا من نمر واحد لحد نمر عشرين البلأقدم اول واحد منه لو الواحد ده نزل ولا استشهد ولا كده بشوفوني براتنين طوالي بالأقدمية بلست بس الباقين حتى لو كانوا كويسين ده السيستي مجيش خلا استمشي ده لا احسن منك ده ما لا احسن منك ولذلك الجيش على انتكه هم حاجة فيه فكل ما تطعح في الهارم الفيجة بتكب ضيقة ولذلك منظم الضباطة تقاعدوا تقاعدوا لأسباب زي دي يا ليا طبية يا عنده استوفى الشروط ما استوفى شروط الترقي ادوا فرصة واستهلكوا ونزل بل اضافة لانه فيه ناس غد يكونوا نزلوا يعني بحاجات يشوفها ما مبرئة لازمة وفيه مجلس للمعاشات بين عقد شهريا برئاسة رئيس هيئة الاركان كل شهر بيراجع فيها الطلبات بتاعت الناس اللي بفتكروا انهم نزلوا المعاش ومفروض ما ينزلوا بيكتبوا قضاياهم دي بتراجع بمهنية جدا والعنده حق برجعوا اليوم وهس في الاربع سنة الفاتت بعد التغيير ده في ناس كتيرين التمسوا ورجعوا فانت اساسا وبعدين ارجاع الضباط بالذات او ارجاع عساكر للخدمة في خدمة الاحتياج دي سلطة للغايدة العام فقط للغايدة العام هو يرجع ياته ضابط وفيه ياته ردبة وليه ياته وظيفة كده ما يدت عندك قاب في الخدمة افرد يدت نزلت معاش لقى عشر سنة خمسة دبعا كده الانترنت قطع نجي لموضوع الخدمة نبدأه تاني الخدمة المدنية الوطنية في السودان والشعب السوداني عارف الكلام ده السودانين بيوسطوا عشان اولادهم ما يمشوا الخدمة مش ما يمشوا الخدمة ما يمشوا معسكر التدريب ذاته معسكر التدريب شعب مؤشي على الجامع عمره 18 سنة مع عزة السودان معسكرات الخدمة بيوسطوا عشان ما يودون المعسكر السودانين ما كان برضو اولادهم يمشوا المعسكر يتدربوا التدريب الأساسي له 45 يوم فقط تدريب أساسي في نهايته بعلموك البندقية دي تفكة وتركيبة كيف الكراشينكوف ده ولا سيلاح تاني زاد ما بعلموني وضبطي وربطي بسيط ودهوا فكرة عن العسكري 45 يوم كانوا بيحنسوا والعنده ورنية قديم والعنده هنا يمشوا عشان يطلع لجنة طبية ولا يطلع جيم ولا يأجل ده ما الواقع وعارفين انهم ما هيتوزعوا في مناطق قتالية ما في خدمة بسقوة كربتوم ولا الفشقة ولا يخدوه في هجيج ولا يقعد مع أساكر في خناديق عارفين انهم هيتشتغلوا سوقه المدني في مكتبي او غيره رغما عن ذلك الناس كانوا بسوقه من الخدمة الوطنية دي حقيقة يعني الغالب الأعام انا ممكن اديك امتحان بسيط أسي جيب ورقة وقلم اكتب لي اسمي ألف سوداني تطوع من نفسه مشى الخدمة الوطنية وقال انا دارمش اشتغل خدمة وطنية مغاتل مع الأساكر في الخناديق هناك محل البعوضة والموية والمطرة سمي ألف بتقدر ما ده الماغئ في حين انه الخدمة الخدمة في الجيش في المصري مثلا ثلاثة سنة انت دكتور انت مهندس انت هنا انت بتقبل جندي بتشتغل ميري عديل خجينة جوجو كده ده بتشتغل جندي عسكري في ميدان الغتال هناك ثلاثة سنة لو ما انتهيت منها ما بتفكر تعمليش ولا حتعمليش فهنا الخدمة الوطنية المدنية وهنا الوطنية بتاعتنا حقيقة يعني فهنا الزول كان زمان في وقت السلم بوصف انا بذكر قبل خمسة وعشرين سنة في الانطار الغزيرة لما انحاولوا يودوا والسودان كان في ضيق شديد هجوم من نية حتة الجبهات السبعة وغزات الجنوب والنيل الأزرق لما انقالوا يودوا الناس بتاعنا الخدمة الوطنية ليجوبها جامت الأرض ولم تقعد تجربة مرة واحدة فإذا كانوا في أثناء السلم بتاع الخدمة المدنية ده الخدمة الوطنية كان بيزوغ وما داير والبيعمالة بيشير ورقه وبيسافر دي حقيقة من يزال داير ولده ويقبى دكتور ويقبى كده ويقبى كده لكن الجيش كمهنة وكرير ما دايره ولذلك بنفتح المعسكرات بتاعت التجنين ما بيجو الناس ما بيجندوا هذي حوابتها انت مستنى منه يدافع عنك ما بدافع عنك الجيش ده ما الجيش انت ما جيته لما الجبال في السلم عشان تجند الناس يعني انت حجيب من وين احنا ما دا الجيش المتاحة الموجود مع اسكرات التجنيد الناس ما بيجو فيها ولما انسى الدعم السريع ده من 15 الف بيقى 100-120 الف في الاربع سنة الفاته دي الناس كانوا بيجندوا في الدعم السريع ليه؟ ليه دنيا للمال بس لانه بيدي قروش ما لانه هو دارق دي ملوله البلد وده الفريق هذي وده النتيجة الناس يجندوا في الدعم السريع للدنيا للدنيا للمال يمشوا يجندوا ويوسطوا ويمشوا ودونا واندنونا وكده ويمشتخن مع اسكراتهم ميجوهم بالالاف ليه؟ لانه مال اكبهوا ما ناظر للجندية ككرير كسيليك مهني انما ناظر لها حاجة مادية وده ذاته نحن نقوله ده بصراحة لضعف الدولة دخلت الهيكل بتاع قوات المسلحة في الهيكل بتاع الخدمة المدنية وده ما صح عشان كده الرواتب ومخصصات الجنود والضباط في القوات المسلحة ضعيفة ضعيفة جدا وده لها سكترين الطابورة الخامس إذا كان حسا في المعركة دي قبل المعركة اخروا الدباط والجنود ده إذا الملازمون بقول لها بناديك 20 مليار 10 مليار 20 ألف دولار ولا النغيب العميد بقول ليه اخبنا اديك براد وشقة اللي هو بقول ليه اخبنا اديك وباما 23 وشقة وهو أنا ده الليلة أنا ده ضعب يدخل ما تغيب 27 سنة عميد بأخذ ليه 400 دولار تيدي تجيزولي 10 ألف دولار ما ده أنا وريك يعني هل نحن ده الفرق بين الدنيا وما كنا الناس واحد في ناس عاية الدنيا كده بيسويهم فجزء أساسي من المراجعات المفروض تحصل بعد معركة الكرامة دي إن شاء الله اللي انتهت نحن شايفينها إنه الخدمة في الغوادة المسلحة تصبح جاذبة جاذبة لأهل السودان والمسار الجندية ده يصبح مسار مرغوب وحاجة زول احتز بيها هاي نحن بيقول البرقود نبيه الجيش لا منصب لا مرتب وطن عشقه جوانا يتركب زي ما بيقول حضر المساعدة عبد المجيد هدي حقيقة وظل مجاعدة الناس في الجيش ما في قروش ما في أي قروش يعني شنو يعني إذا أنا قلتك أنا ده مرتب كده يعني حيكون الجندي مرتبه كم حيكون كم يعني فلازم يتراجع الهيكل بتاع الغوادة المسلحة ولازم يطلع ما يغارن بالهيكل التاني حس ما فيه الهيكل بتاع الغضائية الغضاء ده ما بيأخذوا مخصصات أضعاف أضعافنا ما فيها ياكل زي دي في الدولة مفروض الهيكل بتاع الغوادة المسلحة الشعب السوداني مفروض يكون يعني ما الكلام ده لأنه زمان قالوا ما عليش ما عندنا جيش حس يرفقهم تجيش عرفتهم تجيش خلي الكرير ده رأى شي مرغوب إنه حاجة وطنية أنا شاي شرف الدولة بالإضافة لإنه أنا أبدأ أعمل أسرة وعيش أسرتي لازم الهيكل بتاع الجي ده ينفصل ويقبع عنده كادر جاذب يعني ما برضو الناس يعني الناس عندها حياة وعندها طموح يعني طيب الاحتياط الثاني الناس بيقول لك يا أخي اللهم صلى على النبي الجيش ما حرس المرافق زي البنوك زي الأسواق زي السفارات دي مسؤوليات بتاع الأمن داخلي دي أساسا في في البلد مسؤوليات غوات الشرطة غوات الشرطة هي في غوات شرطة البعثات الدبلوماسية غوات المرافق الاستراتيجية غوات شنو البنكي ممكن يكون قدام العربية واحدة كان ومنظم البنوك ما فيها لأن الدولة حيبة موجودة لكن الموقف تلقى سفارة كان فيها عربية البوليس واحدة لأن البوليس عنده حيبة موجودة عنده كان بحفظها دي مسؤولية الأمن الداخلي طيب انت بتقول كان داكا جاء البوليس جرى حسا بيقول البوليس مهم ما الشعب السوداني قال المنكر ده حتى لو قالوا جزء منه الباقي سكت الباقين سكتوا ما انكروا الكلام ده لما الناس في ناس قالوا ما عليش ما عندنا جيش الباقيين سكتوا ما قالوا لا دي ما الحقيقة ما انت لو ما تبت لله من الغولة الباطل والمنكر أنا ما من سورة طيب دي قوات الشرطة انت الليلة علي فترة أربع سنة شغل ممنهج جزء من الخطة الكبيرة لتغيير أفريغيا والشرق الأوسط المخطط الماشية السيدا المعركة دي يا جماعة ما معركة السودان دي ممعركة ضغمة لتغيير إعادة رزم خارطة أفريغيا والشرق الأوسط سورة السودان دا والمعركة دي أيام ما انتهت حتغير التاريخ كله كله وتغير جغرافيا العالم وتغير العالم دي الحقيقة الناس مفروض يععرفوها عشان كده الخطة دي بدت مننا لو اللي بتشويه سورة الجيش اتهموا انه بيقتلوا المواطنين واتهموا 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 وبتجريم الشرطة ويسارتها عشان تضربهم ويفلقوها ومالوتوف وواء ما عليش ما عندنا بجيش وكان داك هجاءت بوليس جرى تدريب لأربع سنة كرهوا الناس في الجيش والشرطة حس الناس تبين لهم منهم بحرسهم منهم حقيقة النقطة الثانية في تأمين المرافق السبعة بيقت في ماركة قوات الشرطة قوات مدنية مدربة للحفاظ على الروح مش مدربة للغتال والمتمردين دا قوات تدريبة قتالي دا المدربين تكيلوا وداك تبريزيرف لايف دا عشان يعيشوا يحافظوا على الحياة ناس البوليس ودا عشان يكتلوا أنا ما ممكن أجيب لي طبيب يتخصص جلدية أقول لا عمل لي جرى حتغلبي مفتوح دا بخش العقل دا معقول يعني دا ما التدريب بيختلف ما دا طبيب ودا طبيب دا خل شبك الريوس ودا خل شبك الريوس دا أول دفعة تختار إنه يتدرب جلدية وبيضع أشتر استشاري جلدية باقي بقول لي لا الصمام دا باي زفتح القلب اشتغلوا لي ولا أنا عندي زول بدربوا للشغل دا الغوات المدمردة دي قوات تدريبة غتالي وعلى أنا تدريب وانس الناس عرفوا إنه كانش عرف في تدريبة كمان باقنر وغيرهم أجيبوا لي زول مدرب علي حفظ الحياة والأمن وأكتر زول أكلمت بعرف غيمت السلاحة البوليس دا لا وابديش دا ليه؟ لأنه زي الجزار رسي أكتر زول ما بيستعمل السكين ولا بها ديت زول بسكين منه الجزار لأنه بيعرف شغول أجنو عارفها لقاك جزار طعا ليه زول اطلاغا ولا ممكن رغم إنه كله سكاكين لكنه عارف سكين دي شو البوليس دا عارف خطرة عارف الكلام دا دي قوات مدنية لو أنا أقحمتها في الحرب هسة معنات حكمتها لها بالفناء زي جبت لهي جمرية وديت زول وإنه سكين قلت لهيك أقطعها ماغا ناسي أخدت الكلام دا أخدت ما بيبقى أنا دار حافظ على الغواتي زي ما هي لأنه إن شاء الله لما تنتهي المعركة دي وهي انتهت ارجعوا يشتغلوا شغولهم يكونوا موجودين حتى الغوات اللي فيها نفس ريحة بس ريحة بتاعة غتال هيئة العمليات اللي هم أساسا برضو ما تدريب غتالي تدريب لمكافحة الشغب عرفتها؟ التدريب ما غتالي لكن نقول فيهم ريحة غتال الناس شافون شافوا شغولهم ربنا إن شاء الله يوفقهم الدين العافية فأنا ما بنزل لي قوات تانية مدنية عشان حفظي مرافق ولهناي حتهلك حيهلكوا الناس ديال حيصبحون زبيح لأنه ديال مغاتلين طيب الجيش لأيما يقوموا بالكلام دا أيوة الكلام دا قبل الحرب ما مهمة الجيش قبل الحرب مهمة المرافق دي ما مهمة الجيش طيب في حرب طيب عمليا الآن الأولوية بتاعة قوات المسلحة شنو؟ شنو؟ ما هي البلد تكون أو لا تكون؟ كانت الأولوية الغيادة العامة الغيادة العامة ليه الأولوية أو اليوم لأنه دي البلد لو سقطت الغيادة العامة لو كان سقطت الغيادة العامة كان طوالح ماتيبق الرئيس وجاب هيئة جديدة وعيّن ضباط وعزل الباقيين وغير الجيش زي ماهو داير وصرح الباقيين كانت دولة تاب الدولة بشكل القديم انتهى ولذلك هو معرفته كانت الغيادة العامة أي نعم هو مستلم أي حتة فالدولة في أول أسبوع أولويات الغيادة العام كانت كرمزية مش لأنه هي ده بيت الغيادة العام هو هاجم بيت الغيادة العام اللي هو ساكن في بيت الغيادة العام البناون ميري بنون ميري شوفوا ده له كم سنة قريب 40 سنة هاجموا هناك يشتكر إنه لو قبر الغيادة العام خلاص استلمى البلد البقين حلون للمعاش وخلاص ده أولوياتها في نفس الوقت الغياء الجيش بيقى عنده أولوية أن القوات القاعدة في معسكرات دي فيها تشوينة وفيها أكيلة وفيها شرابة وفيها زخيرة وفيها حمامات ومتابيخ وإي حاجة أطلعوا منها وفي 48 ساعة أطلعوا من كل المعسكرات الفيها بيقوا بدل ما معسكر بيقوا حايمين في الشوارع تحت الشجر بيحاجة استراتيجية بعد دارة بأم من الكلمة فيتل أو حيوي أو استراتيجي بالدور أنا ما بقول دي حتات ما مهمة لكن عنده أولوية الأكثر حيوية تنشنوا أنا بأمنه هو في الأول أنا بأمنه لأن العاصمة دي عاصمة ضغمة الخرطوم عاصمة بحجم الدول الخرطوم مساحة تبلع في بطونة غطر والكويت والبحرين ثلاثة دول تبلعين جوا وما فيها مساحات فاضية مليانة فل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب من الشمال إلى جنوب مئة كيلومتر في مئة كيلومتر فيها قريب أكثر من ثلاثة مليون أربعة مليون بيت ها حميها كيف أنا أنا لو داير قوة عشان أبسط السيطرة على البنوك بنكي فرعي بنكي فرعي بنك وعلى أي بيت ولا بيت أنا داير مليون جندي أقل شيء مليون أجيبهم من وين أنا أنا عندي قوات عندها شغل معين الجيش ده نجاح نجاح ضارب في أنه سيطر على الدعم السريع في كل ولاية السودان من الثمانطاشر ولاية ستاشر ولاية سيطرة كاملة لقوات المسلحة ده إنجاز في ولاية خرطوم الخطة المستشفىات وديهم هناك طلع أساكرك من المستشفىات التمانية وعشرين مستشفى وستة مؤسسات كم وثلاثين ديل هو في الهدنة احتل مستشفىات جديدة هو في الهدنة احتل مستشفىات جديدة تاني مش احتل البان جديد ويحتل أحمد قاسم ومدرمان وجبرة هو في الهدنة ليه لأنه ما عنده حتة يمشي لها ولو مش هاي حتة الجيش بيضربوا عارف إنه الجيش ما هيضرب المستشفى كمستشفى كده عدم المستشفى قامنا ضربها حتى لو ما ضربنا شرقين ضربنا الجنريتر بس محل الكهرباء عشانا ما عنده مصلحة مع الجريحة الجوة ده ما بضربه عرفت هو محتل المضارفية بيقى محتل بيوت المواطنين بيوت المواطنين سكنوا بيوتهم عديل دخلوا الغرف نهبوا النهبوا وكسروا وكسروا بيقونوا في السراير بتاعتهم وخدتوا بيوت عرباتهم تحت الشجر وكده أنا في الستة أسابيع والخمسة أسابيع المثمضت دي دم بالتكتيك البسيطة اللي أنا عملت ده في حرب المدن ومعركة الخرطوم معركة غير مسبوغة في التاريخ إطلاقا دي أول معركة من نوعها في التاريخ البشري من الله نزل آدم الأرض ما حصلت ولا يحاوات قولي يا سيلنجراد داك عدو هجم من برة وأنا هنا جو المدينة ودار دافئ أي مدن باريس العدو هجم من برة وأنا كده ما في في التاريخ معركة قامت العدو أصلا جو المدينة ومستلمة 80 ألف مقاتل معاهم 2500 عربية مقاتلة معاهم أكثر من 500 عربية أخرى مساعدة ومستلمين المواقع كلها مستلمين الغزر مستلمين الغيادة زاتوا حولها كلها دائر ميدور 600 عربية مستلمين الغزر الجمهوري مستلمين اللي زاعم أي مرفق في الدولة هم موجودين فيه ولأنه كانوا سلطهم المعركة دي غير مسبوغة في التاريخ خاشر مرقناهم الخرطوم ما الخرطوم دي سنة ستة وسبعين شارعا ستين ده ما موجود أصلا ما في كل كل ولا عباد خدم ما موجود بيتو بيت ما في سنة ستة وسبعين أنا ده أبوي عمري أربعة وخمسة سنة بقعد بي جدام يجد دكان الشازلي الله يعحمه قال ليه دكان ندا في شمبات يقول لي ديك السكة حال دهك القطر من شارع المعونة غرب المعونة في شمبات يقول لي دهك القطر دهك اسم القطر ما في أي حاجة مسكيت وبلدات دي بلدات ناس يابا الفكياسين هنا بلدات ناس ينبات الكلام ده فيه لما كانت في المرتزعة الخرطوم ذاته كانت صغيرة الآن الخرطوم ممتدة ومزدحمة بالسكان يقول لك الخرطوم فضت ما فضت العاصمة دي كان فيها غرابطة 15 مليون ده قالوا آخر تقريب قالوا ناس الولاية قبل الأحداث دي بها شهرين 15 مليون نسمة الليلة كل اللي تسجلوا في معبر مصر أرجين 90 ألف المشو أسيوبيا ومشو جنوب السودان ومشو نايمة 8 مليون 4 ألف والمشو لأهل رجعوا لأسرنا الكبيرة الموجودة في في الشمالية وفي الشرق وفي الوسط وفي الغرب مليون العاصمة دي ما زالت مختزة الناس المرغزاتهم عظم الناس مقتدرين بيقدر يمشي أجر بيقدر يعيش بره أما الأحياء غالبية أحياء الخرطوم كلها الشعبية الناس قاعدين زي ماهي قاعدين الناس ماهي شو أناشي لحياة زيز قاعدين في أبو حمامة في الحلة الجديدة في الشجرة في الكلاقلة في أبو آدم في في الغدس في بتاع ليه طيب الحسناب قاعدين في الأزهري قاعدين في شرق النيل في كلها ليه حطاب قاعدين في جنباد قاعدين في قدرو قاعدين في في الفتح في الجخيص في 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 هدنا أين نحن في هدنا جائز ما بتحرك ادي الهدنة 13 الهدنة الهصل اللي اتاليك يوم دي دي نمره 13 الناس ديل من رابع يوم حسوا انه موضوع انتهى بده يطلبوا بهدنة بدت ب24 ساعة بدت ب72 ساعة جددوها 3 يوم وهن بيخرقوا الهدنة لانه اساسا نكس العهد هو اساسا مدعوض على الغدر هو غدر بالناس الفطر ومعاود عشوا معه امس فهو بعمل الهدنة وبيخدر بيها ما جديد عليه ده الغدر ده ده غدر الخماري اصلا هو ليه كده ومعاود ليه هو اصلا ربنا مخزيون ليه كل يوم هم بيخسرون وليه فقدوا السودان كلهم رغم قوتهم وعتادهم ومالهم والناس يشتروهم والزيمهم اللي يشتروهم ليه لانه غدر لانه باطل انا ما بينصور الباء المنكر انا بينصور الباطل فهو بعمل الهدنة وبيخدر بيها ليه الجديدة دي يعني بعد بدت الهدنة مش يحتل مستشفيات جديدة اللجنة المراغبة قالت لا وهي عملنا عشان اخدماتها الإنسانية عشان تطلع من المستشفيات عشان تطلع من بيوت الناس عشان تشغل محطة الكهرباء والموية اللي انت موقفة عشان تعمل كده عشان تسمع للناس بالمرور إت أبيت تطلع من المستشفيات واحتلت مستشفيات جيوانا أبيت تشغيل الكهرباء أبيت تصلح الموية ولما جيت احتلت العملة اللي هي أكبر حاجة ومصفات الزهب أكبر حاجة سياديا اللجنة عبدت دينه ما قالت ده خرق إلى الهدنة لما الجيش مويلة حرارة قالت ده خرق إلى الهدنة لأنه الأمريكا دارت دين الجيش السوداني بأي طريقة بأي طريقة زي الكديسة المعافر في مركب يتقول لها ما تكتحني بالتراب يا هزاتا ودح الدين التحديد اللي بيعملو ده اللي بيعمل فيه وزير خارية قاصد بالجيش يقول لك هالدانبين خرقوا الهدنة لا لا دانت داربين بالراجمات وبالمدفعية هاون داربين وادي سيدنا داربين الإشارة أنا حاما شناكو ده عاين ليك هناء عاين ليك هناء داري عيد يقول السلم حتاة طيب انت المسلمين ما تدخل فيه نعمر ناسك من المستجفى بيوت الناس وديهنا الدفاع الجوي قدت استلمت ده وديهم وديهم انت ما قدت عندك 26 موقع في الخرطوم استلمتها كاتبة كده في الاتفاقية طلع ناسك من المستجفى ده مش تقصرهم المعناطق دي ما بنسألون عمشي ما بطلعهم ما بطلعهم دالي استباح الخرطوم كما لم تستباح مدينة في التاريخ كما لم تستباح مدينة في التاريخ هتكوا عراض الناس ودخلوا بيوتهم وسرقوا أموالهم ونهبوها ما في أي زولدانهم كلام واضح لأنه مطلوب تجريم الجيش السوداني إك بالجيش السوداني بتكلم بحكمة إذا أنا نجحت في معرفة الدوم الواسية دي ليه خمسة سنة أنا ما بديك فرصة دي من الحماغة أنا إذا أديتك فرصة أنا بلتزم بالهدنة جيتني بدافع عن نفسي لكن ما بخرق الهدنة عشان أنا أديك فرصة إنت أمريكا دي لما ضربت الشيفة شاورت منه لما ضربوا مصنع الشيفة شاوروا منه ما ساروخ جاء الناس إسبوع ما عارفينه ده ساروخ أو لا طيارة أو لا ما خلاص لما اندخلوا العراق شاوروا منه حس لو عملوا كده دو جابوا بي أسطولهم هندقائد هنا في البحر الأحمر لو ضربوا كل المواقع بتاقوات المسلحة دي بصواريخ عالية التقنية أها أنا أدور أتجع ليه حق يمنه وأعمل شني يعني أتجعي لإمنه طابع من الحماقة إنه أنا دا يا راسبت للعالم المحايد وعالم الامين إنو أنا زول مهني وأنا زول محترف وأنا لما اكتز متهم بالهدنة إلتزمت بيءえ يحكي إنت أقبى شجاع كفاية أقبى شجاع كفاية اللي تهدد ده وقول الناس ديل ما مارغوا من المستشفيات الناس ديل احتملأ بقدر الناس ديل ما مارغوا من محطات الل mean ما مارغوا من محطات الكهرباء الناس المأقول أكبر شجاع عشان العالم احترمك لكن زول ما احترم العالم احترمه كيف الذي استعمل السلاح الزري ضد البشر معروف منه واحد في التاريخ من آدم اتضرب البشر بغملة زرية معروف منه الذي بنى حضارته على إبادة أمة كاملة عن الوجود الهنود الحمر معروف منه الذي بنى حضارته على العبودية الحقيقية ما شهد التاريخ مثلها باستعباد الأفارغة ونقلهم عن المحيط عشان يمنوا بلده معروف منه مية مليون أفريقي ماتوا في البحر قبل ما يصلوا أمريكا خلاص ده ما ده أخلافه هيتها حيمسح تاريخه كيف حيغير أخلافه كيف فأنا البعمل فيه ده أنا عارف لن ترضى عنك اليهود ولا النصار لكن إقامة الحجة على من هو مخايد الليلة نحن في الجمعية بتاعة هو الإنسان في جينيف لما اجتمعت في ستة دول أفريقية ما صوتت لينا معناها تتمارس عليها الضغط ما عادي إنها تمتنع أنا داير أوريوني نون على حق ما أنا باطل وأنا على حق وأنا الحريص على المواطن حقي وأنا العريص على ممتلكاتي وإلا كان بنزلي للكباري بنزلي لأي حاجة كان حزابة الماركة في سبوع كان قطعتهم زي الجزر لكن أنا أكسر عشان تاني أنا أجيبني لا قل ليها كده واستراتيجاتنا إن إحنا متابعين هذه نجحت نجاح كامل بالنسبة 85% وأكثر وحيكملوا والناس يقول لك البصات جاية من الغريب وبنزلوا في غربهم درمان حينزلي شنو يعني زول ماشي بيقول إيه دا حيكاتل كيف ما خلالها هالناس دي اللي تحولوا لي رباطة فقدوا فقدوا معظم الغوة بتاعة العربات حقاتهم بيقى ما في وغود عشان يدويروه عشان كده هسا ما بتشوف في الشارع التاتشرة المغاتل لتشوف التاتشرة ساية الدوشكا ولا الرباعي واحدة واثنين مقررشين لين لأنه ما عنده لها وغود ولأنه الطيارة عدمتهم لفاق النار التاتشرة دي لو طيقت كلاش قدت اللاديتر هو ما عنده زبال خلال صلعت من خدمة تكون سليمة بها ذخيرتها خلال بيقى تخردها بس لو قدت اللاديتر طيقت كلاش قدت اللاديتر حيصيخ اللاديتر وين ولحجيب اللاديتر للتاتشرة دي من وين ما خلال صلعت من خدمة أنا ما محتاج أدمير التدمير كامير أنا بعدين اللي بجي بصليها أيوة لو قدت لو تلاتande ساعة لمها معرفية غتالية ولذلك بيقى ما في بيقن شوية وبيقن قاعدات تحت الشيئر وتحت الهناي وبيقن كبع عربات الموافنين والصريف بسيط بيكانت ما عارف كلكوا هناك عشان مورننج عشان ما تصرف ومواطر وبيقول ها بسين ملكي وحايمين وصل البيوت يتحاولوا لي راباتها ودي النقطة مهمة انا بجيها في اللايف دا ستحقولها بعد شوية فالزول الجاي راكب دا معظمهم دارين لنهابوا زي ما جاي لنهابوا يعني حرامي بيتقلب عليك في بيتك هكتله أولي أي زول جاك في بيتك لابس مدني بإسلاح ولا من غير سلاح قتله من مات دون مالي ودون عرضي فهو شهيد بس قاتل معمود قدام أولادك ديل أولادك ذات يقولوا أبونا مات قدامنا بعد ذاك الله وكيلهم غيب طيب ما برضو في أعداد بالمئات بالمئات العربات مارقة برضو طيب افترضنا إنه ده ما جاي ينهب ده في إلى المغاتل حيجيبوا له سلاح من وين حيجيبوا له عربية مغاتلة من وين ما ما في حيغاتل هم وشاب يده كنا ما بيقدر انتهت الماركة ماركة انتهت بباح ما في ما حيقدر أي دخل أي عربات مغاتلة وعرباته كل يوم هتنقص يهاجمني أنا بهاجمه فيه الهدنة دي تنتيه الهدنة أنا ما بجدد انت بتمشي وين أنا ما جدد توقف بلقط واحدة واحدة الناس شافوا آخر فيديو للتصوير الدقيق بتاعنا ولا سامعين ولا شايفينه ولا شايفين الطيارة بتصوره العربية المسوسة تحت الشجرة تظاهر النمرة أنا بجيب النمرة شافوا الناس شافوا الفيديوهات بصلك عرفتها فأنا ما داير اطيل على الناس أنا داير اجي للموضوع الحقيدي الموضوع بتاع الشعب وفي الشعب أنا خطابي لسكان الخرطوم الجاعدين الآن بافترض إنه الآن ما أقل من 8 مليون قاعد في العاصمة ما أقل 8 مليون الغواد بتاعت المتمردين المنتشرة اللي انتو شايفينها ماشيين بالمواطر وبالكليكات ومنتشرين في جميع شواري خرطوم ديل الآن ما بيصلوا 10 ألف ما أكتر من كده ما يعني كل مدينة أديها 3 أربعة ألف ما أكتر خرطوم الكبرى بحر الكبرى أم درمان الكبرى ما أكتر من كده ما 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 موجودين أها عرفتها فالنوضوع دا جماعة تمحيص من الله وأنا قلت الكلام دا من أول يوم دي حرب تمييز ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب دا كلام الله معنات المؤمنين فيه خبيث طيب ربنا قال حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا بس قول آمنا وهم لا يفتنون رأى الموضوع ما قول ما بس نقول لنا مؤمنوا خلاص لا الله جاكن ربنا ما قال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابنا أها جاكن العذاب الله ما أهلك الخرطوم لكن فيها عذاب دا هالله حلف وإن من بالغسم وبالتأنون التوكيد طيب ليه لأنه ما بس الناس يقولوا أن إحنا مؤمنين الله بخلهم لا الله قال كذا قال حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبل فلا يعلمنا الله الذين صدقوا لا يعلمنا الكاذبين الله حيعرف فالموضوع دا موضوع بتاعتمحيص طيب ربنا بمحسبه إشنوه ربنا قال أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا عرفت الكلام دا والله خبيرهم ما تعملون الله حيحك الناس دي ويميزة لما نعرف وليا الله ورسوله والمؤمنين منه بس أي زول عنده مدخل تاني ولا حتة داري الخلفية ولا نفاق ولا حتة يطاير لها لازم يحصل التمايز دا أبيض وأسود ما في جرية تاني كله كله دا الله عمل كده ما حيكون في أي حتة رمادية الله ما حيوقيف إلا يقبل أبيض أبيض والأسود أسود دي سنن في التاريخ كده لخيرة الناس أنبياء ورسل والأمم حقتهم عرفت الكلام دا ربنا قال شنو ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارهم الكلام دا ما لي ما لجيش هنا قال تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الكلام دا ما لجيش الكلام دا لأي مؤمن لأي مؤمن ذكر أو أنسى كبير أو صغير لأي مؤمن مكلف مكلف بالخطاب دا كل من بلغ سن الرشد هو مكلف بالآية دي الله ما حيخليك تعرف الكلام دا ليه يكيد ليه يكيد دا بالإسم كان ولد ولا بيت تتب تسمعني هسا كان رجل ولا امرأة كان حاج ولا حاجة الكلام دا ليه الله ما حيخليه حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين الصابرين دي المافي دي لما نعرفها ويبلو أخباركم دا كلام الله حلف حلف دي كلها دا قسم دا قسم نون توكيد كده دوا والقسم ولام التوكيد ولانب ولام خسم الله بكضي الله يحلف كده ما حيخليك عرفت الكلام لا ربنا قال ومن يشاخخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وصعد نصيره أي زول أنا بقول لك الرسول قال وقال الله قال إذا أنت شاغقت الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم قال تلاتة حديث البخاري لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيام ولهم عزام أليم واحد بايع إمام على دنيا إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطاه منها سخط تعامد المبايعين على دنيا ما عندنا أنا أخرى دا ما شغول آخرى ما في زول شغول آخرى بيهتك عراض الناس وبيسرق البنوك وبيسرق أموال الناس ما في دا ما شغول آخرى دا رلاسة شطارة دا شغول آخرى دا دا ما شغول دنيا للمال بس ناس بيين هبوا البيوت للمال إقبل ببايع قال إن أعطاه منها رضي يقول لك أنا ضغط حلو ومروا أنه إحنا زمان ديك عملوا ليه نجنو موتنا واجتجهدنا انت عامل لدنيا معنات قلت تدائي حار الدنيا مهاري الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ما مثل تكبير الله لا لا ما كده الخوارج لمن خرجوا عليه سيدنا علي كان زي ما الرسول لحدثوا قال تحخرون صلاتهم إلى صلاتهم وعبادتهم إلى عبادتهم وتلاوتهم كان أكثر الناس عبادة كانوا مبنون بيقوموا الليل قال دا شر الناس كلاب يهنم قاتلوا سيدنا علي بن أبي طالب وحرقهم بالنار هيوة فانت ما مسألة تكبير صائح مسألة الحقيقة شنو عرفتها فمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى المنافغين حيمشوا مع الناس دين الخبص دا كله حيمشي معاهم ونصله جهنم وسات مصيرا ربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين الله فصل الآيات دي ليه عشان درب المجرمين وطريقهم وطريقتهم تكبى واضحة بعد دا دارت اختارها اختارها ايوة او لتستبين انت طريق المجرمين ما تقع فيه ايوة من أراد الآخرة وسعى لها سعيها الآخرة الآخرة عندها طريقة ما عندها هناك دي دنيا عرفت السلام لا وانا بقول للناس اهل الاموال برضو اذكروا الآية دي مع القرآن دي ما نزل لينا نزل للناس الناس هجر في القرآن الناس ما بتتدبر القرآن ربنا دا رجع الناس لكتابه وليه كلامه ربنا قال ولا نبلوانكم عرفت لخليها فلا تعجبك أموالهم عن المنافقين والكفار ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزحق أنفسهم عرفت الكلام دا ليعذبهم بها في شنو في الدنيا وتزحق أنفسهم هم كاثرون الله بيجعل ليه ماله دا المنافق دا الله قدام عينه بعذبه بي ماله التعب وجافه بالحرام دا يعذبه بي أنه يسلبه منه قدام عينه يعذبه في الدنيا دي حذرة وبعدين في الآخرة تزحق أنفسهم وكافر فالمؤمن بيحازر أنه ما يقبل النعدة بعمل حسابه طوال يمشي يراجع على يد قباله وبعد يشوف روحه وين كان هنا يطوب طوال يجدد إيمانه عرفت الكلام دا قال وتزحق أنفسهم وكافر ويحلفون بالله إنهم لمنكم يحلفوا بأن الله إنهم من المؤمنين والله إن إحنا مؤمنين وهناي بحليفة من المؤمن ما بيحتاج لحليفة لشأن يثبيت إنهم مؤمن ما في سمية أبو وكر الصديق بيحلف لعمر والعمر للرسول الله عليه وسلم ما قال هذا مؤمن البحلف دا دين المنافغين تمام يحتاج تحليفها يتثبيت إيمانه ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأا لو لقوا ملجأ يمشوا لي أو مغارات لو في مغارات يدسوا فيها في الجبال في الظروف دي يدسوا أو مدخلا قالنا المدخلا النفق تحت الأرض لو في طريقة يزوقوا بخشوا تحت عرفت الكلامنا بعدين كانت انتصرت أقول لها لم نكن معكم الكفار ولم نكن معه نستحوز ولم نكن معكم المؤمنين وديدي المسكدة فالناس الزيدين ربنا بيس قموان قدام حزرة فالإنسان ما يقبأ يبايع منها لم يرضى قال ومنهم ولكنهم قموا ولو يجوون كده ومنهم من يلمزك في الصدغات فينعطوا منها رضوا ولم يعطوهم منها إذا هم يسخطون صرف لهم قروش رضوا ما صرف لهم يسخطوا ده ما الحاصل هس لما مواهيون انقطعت كسروا البنوك وخشوا بيوت الناس وسربوا دهابون وسقروا أموالون وكده هنجا هين لدي وده الشغال غنموا هم باغ لا جنسية لا أبطاها الميت جيد ولا هاي سبيده كلامهم كده زمان في بدايتهم يفتكرون ده غنيمة غنيمة منها حق المسلمين انت ما جيت قلت دار تحرس الناس وجاهزية واستعداد وجيت للمواطن ودار تحمي المواطن انت مصور بالفيديوهات حق الناس أنا عجبني الرجل الحرس بيتجاروا بالموبايل لا بيبندقية ولا بيسلاح ولا بأي شي لما البيت تكسر وجوه حرامية يسرقون مرتين المصورات بوجوهن بالكاميرا بس لايف خدته خدتها عارفين انه الدنيا كلها شافة انه وننه والحرامية ما فهمت ما شو انت ممكن تحمي بيتك بالكاميرا بس لايف ما تسجل فيديو لايف الناس شايفينك كتالوج كتالوج لايف لايف عنده ولا بلاغ ولا اي حيرفع في بلاغ لكن ارفعوا لايف في الفيسبوك احمد بيوت يا اخي طيب دار اقول شنو اكبني احنا الدور الغايد سيادة الفريق هو ياسر العطا اللي هو رجل نقروا اربع عاصر في الدولة اها مساعدة الغايدة العام قال كلام لما سألته الصحافية قال نحن في الجيش شغالين شغلنا والجيش ميرف يشتغل شغلها بشركم وشغالينه بمهنية واحترافية عالية وما فينا اي خسائر بالمناسبة قالوا مبارح طبعا رموا طيارة وقبضوا الزول ده وكده الاخونا الطيار ده ربنا فيك اسره اذا اصر طيار ما اصر سواك دبابة ما استشهد فيها هنا فيه الاستراتيجية ما اصر سواك تاتشر ما اصروا ضباط مشاه ما شين بيكور عيون واسروا عساكر ما دي المعركة ده مجيش الطيارة دي السارو عمل مانع اشتعلوا بتشوفوا وكان في جناحة لاي سرده وبعداك ما سكت النار فيها هو انسان بهمه مواطمه بهمه الانسان ده ما يتقع شاب مساحة فاضية لا وقعت في المساحة الفاضية ما تحرك ولا بيت ولا بيت كان ممكن كان يتقلب من بدري يقع في البحر ده لكن كان الطيارة حتقع في عدة معهولة فيها سكان كان حتحرك بيوت الفجار كان حيكون قوي الطيار ده جاسف وهن ناس لين بل ما ظلوا بيضربوا فيهم بس زخيرة هما خلاص وقت سلاحه وانت بتضرب في لجنة عشان كده للضرب ده مضروب في وركه ضربة كبيرة جدا وبقول لك من عاملة الاسرة معاملة حسنة جا واحد منهم قال كده أنا رفعت الفيديو ده وهو بشلت فيه شلوت فيه وشه بنبس فيه سآت والأسوأ من ده الدائرة الطبية اللي كلمتكن عنها نغابة الأطباء المتمردة والدائرة الطبية بتاعتهم اللي كلمتكن عنها وعن أخلاقها نصورين هذا الأسير بينكسه الداخلي وملابسه الداخلية للعالم كله وشه كاشف دي حرمة المرضى هنا نحن المريض سايا المريض لو ما أخذت إذن وما تقدر تصوره ما جيب وشه غد توشه غد تعيونه تجردوا من ملابسه تجردوا من ملابسه تشوف زوجته وأطفاله وأهله وقبيلته والعالم كله شوفوا عريان دي دي الأخلاق بتاعت الدائرة الطبية بتاعتهم والله أي دكتور اشتغل مع الدعامة المتمردين دي دي أخلاقهم ودي أخلاقك انت الرديثة دي دي الأسيكس حقتك إنك تجيب مريضك عريان على الملع وإنه يضربوا شلوت قد دعم الكاميرا لايف وقل ليه ما تصور ما تصور وهو رفع لايف ويجي يقول لك من عامل المعاملة حسنة قال لي جي واحد أسير واحد يقول ضربناه شلوت نحن بنديونا التلفونات بيتكلموا مع أهلهم والدائرة مش فكيناهم ماشوا ماشوا كله كله انت تصور مريض في الدائرة بعد خليناه في الميدان لما جبتوا الغرفة الطبية بتاعتك وشغال فيه شغل تصوره عريان واشو كاشف قدام الملع دي أخلاق أي سستر ولا تغني ولا ممرض ولا دكتور اشتغل مع الناس دائل دي أخلاقه نحن تعرفون بالمناسبة يا عبد الناصر طبعا اسمين تتسجيلك الرديت فيه يعني الطبيبة المدمنة أنا ما قلته ما سميته إيه تلكيسته إيه تلك سميته بي اسمه أنا ما سميته لكني خليها دمه موضوعنا أنا دائرة يجي لدور المواطن يا جماعة الغايدة العام قال ليكن يا أخي آآ عافين عن الناس ياسر العرطة قال قال عنده سلاح احمي بيته خلاص انت أنا أعمل لك شنو أنا ما عندي الآن طريقة تكنيكل بدون خسائر أحمي الثلاثة مليون بيت انت أقعد في بيتك ده والعاصمة دي مليانة أكانوا بتشاكلوا في الأرض تشاكلوا البطاحين والجمعية في أبو دليك ده قال ده جيدا لو ده هناي وبالسلاح إلا حاجزوا بيننا الضحام ده زادهم البلد دي ما عندها costs فقبايير ساكنة هنا بتدعي وعندها من الزغاير والسلاح ما لا يحصى قاعدين نشوفوا في العراس نحاس بيدقوا قرانوفات وكلاشات وررررررررررررررررررررررررررر placed قبل الأحداث دي السلاح ده حوب تبتين أنا دائرة عارف حوب تبتين الناس اللي بيقولوا خرطوم ده حقتنا ونحن قدم ناس القاعدين هنا المحس الجمعية البطاحين العبداللهب العسيلات العوامر العقليين القاعدين هنا الشكرية بس ان ده كان ناظر الخرطوب الناس القاعدين جوا دين وعندهم سلاح سلاح في القبائل وعندهم نحاس دارين تقوب تان اذا هو دخل عليك بيتك جوا وقدام عينك هاتك عرضك واكل مالك وسلبك حوب تبتين وريني حوب تبتين السلاح ده زمان قلنا عندهم عربات مسلحوا بيو بتاعتشارات هس بيجوا بموطر نفران نفران ايو موطر ولا ايو اربعة في كليك يخش عليك بيتك بكلاش وانت بيتك مليان سلاح ما تموت يا اخي حتموت ميتين من ماتة دون ماله فهو شهيد من ماتة دون عرضه فهو شهيد خلي امك واولادك ومرتك يشوفوك موتك قدامهم زي والشامباته اللي قالوا ما مادوا ايو اربعة دعامة دا حي تنكتلوا ده ما الشرف بعينه دي اسرة ما هتفتخر بل ايو ما الدين ده ما شرف الدنيا والاخرة حتموت ميتين سلاح دي تخطينه لبتين احرسوا بيوتكم دي حرسوا ناسكم نحنا شغلنا بنشتغله نحنا العدو الدائر كيسنا ده وقون نحنا بنخرق الهدنة وبنضرب المدنيين ما بندي الفرصة دي بنشتغل شغلنا المهني وشغالينه وناجحين فيه وكل يوم ما اشيلي قدامه وخسرين العدو وحنستمر فيه الخطة بكاعدة غادة عامة ما هاتيتغير الدائر ازبور ازبور والما دائر ازبور ما ازبور لكن المواطنين دور سلبي تمانية مليون مواطن كاعدين في الخرطوم ماذا فعلتم ماذا فعلتم زمان المولوتوف ده ما بتضربوا بالشرطة وتقولوا كان داكا جاد بواليس بدأ وقلتوا غاضبون ما بتعملوا المولوتوف وتضربوا الشرطة ما تضرب العربية الكريكا الجاياك ولا الموتر الجاك ديو البيت ده ما تضرب المولوتوف الناس دا ما يشوفوا اي ظل عنده سلاح يتلموا في الحي ويهرسوا حيهم دا زي ما عملها ناس بدا السبيل الراجل اطلع ودع الناس باللي قال لون حتكوا عردا وخشوا بيتنا يا ناس بدا وماش يتكلفوا في الميكرافون وكتلوا ما شهيد شوني يعني ما تعملوا زي ناس الجايلي الجايلي دا ما طلعوا باعصي باعصي ولا تأمين ناس كتاب قال لون الجايلي خطاء مر ما بتاخد شوا رجعوا بسلاح بيت عشكات وقرانوف وبيت رباعيات رجعوا من الجيل الناس ما يعملوا كده ما فيه احياء عملت كده ما الناس السلاح ده خدتنوا لابتين احرصوا بيوتكم خلونا باقي الشغل خلونا احنا نمشي للمراكز الحيوية وللدعام ده بنعرفنا لجيتهم كيف بنلجيتهم والله مش لو خطاتي حد شدر والله نلجيتهم واحد واحد فردا فردا لكن احملي بيتك اقعد في مالك ده اتلملموا الحلة فيها كده طواري عملوا جروب عملوا جروب فلان عنده خرطوش فلان عنده طبنجة فلان عنده كلاش فلان عنده كده قفلوا ترسوا محلكم ده هتبيجوكم بموتر شاوي بيتعدى عليكم اكتلوا الجاك باكليكم وشاي كلاش اكتلوا اتلب عليك جوالحوش اكتلوا امنا الباغة بتاعت البرتوبانية بتاعت الناي دي مولوتوف واحرق بيه عربية تدي احرقوا بيه دافع عن نفسك مش تنتك لا يدبحك اشيل مالك واختصب نساك ويدبحك بعد داك دي حسرة شنودية وده هوان شنودة ده هوان شنود ما عشي في الناس دا تمانية مليون انسان ما قدري يدفع عن نفسهم يا اخي ادي ما عليك يا غبري زمتك لله ناس قول ايدي دعوة للعنصرية والغبالية ابدا ما دينا الناس القانون قولوا بيقولوا دي بلدنا ودي احنا اقدم ناس وقعدين لان خمسمائة وستمائة سنة دار تحريص ابتين حوبة الكلام النحاس ده ابتين حوبته السلاح اللي اشتريته قاعد جوه ده ما في بيته الخرطوم يكاد يكون ما فيه سلاح لا يكاد متين حوبته سيدنا خالد بن وليد في معركة اليمامة اللي هي ما بجوه المدينة بره المدينة المؤمنين مات ما حصوا في الاحزاب جوه المدينة وتكلمنا عنها كتيخ قلنا دي الاحزاب وحتو العادو كان جاي من بره غينة 2400 رجعوا فضلوا ستمائة بسمع النبي عليه الصلاة والسلام وصاد عشر الف وصاد بني غريزة وقال الله نصرهم خالد وليد في معركة اليمامة مسينا من الكذاب معاهم مئة ألف مغاتل أطعاف أطعاف جيش المسلمين وهزموا المسلمين وكسرواهم كسر جد استشهد سبعين من حفظة القرآن في المعركة دي لما المسلمين خافوا إن القرآن ينجسر خلاص تعالوا مفزوا الحافظ خالد وليد عمل شينو كانوا بالقبائل ما بالكتائي عاطى التنظيم دي قبيلت في لان دي قبيلت في لان دي قبيلت دي قبيلت بمية دي قب معشرة دي قب ألف عشان كانت شو هل بن فزر منو وكانت لها الجور الأساسي في نها تحسم المعركة الناس بقولوا دي بلدنا وقعدين فيها ويهزوا ويعرضوا نحاس ان هذا العرس ضريرة ولا حريرة تربيت العرس وجريدوا عرضوا ريالة عرضوا صوت دا ما وكيتا وحق الدفاع عن النفس حق كفلته كل الغوانين المحلية والدولية وكفلوا الدين وكفلوا الشرع ولو ما متدود مالك بدخلش النار تكبة يوس لو ما متدود عرضك قال ليه أخي كان في زوجك قاتلني في بيتي دار يقصب مالي يقصب بيتي قال ليه قاتله قال ليه فرأيت إن قتلني قال ليه إن قتلك أنت شهيد قال ليه فرأيت إن قتلت قال ليه في النار ديها هذه صحيحة أنا أتكلم عن الدين ياهو دا الدين الدين في الجهاد دا إنت جاهدوا بتاني تول ما حرسلنا هلك تبتين ماسكين شوني يعني ورينيها تحوبة حتكون شدة من الحوبة دي سلاح دا حوب تبتين والنحاس دا حوب تبتين متين حتكون أكتر من كده سلاح بالجملة والله السلاح اللي عند القبائل دا أطعاف اللي عند الجيش أطعاف عدد سلاح كده أطعاف أنا ما أطيل على الناس وأنا دايرة بشركم وأقول لي يا أخي انت بتبشرنا وانت تطميننا ونحن شايفين الدعامة حايفين في الشارع أنا بطمينكم علما بغير ما بطمينكم بكلام الله الحق أنا مؤمن بالله وعلى يقين من كلام الله مصدق تماما بما قال الله ما عندي زرة تشك في كلمة قال الله ولا زرة والشاك في نصر الله الراجع إيمانه أنا ببشرك بالكارة الله أنا من جميل بقول ليك الله قال والرسول قال دا وعد الله إن وعد الله حق ذاكرة الكلمة دي بالنص ربنا ذاكرة بالقرآن أربعة أو خمسة مرات إن وعد الله حق إنت ما مصدق وعد الله حق أنا ما عندي معك شغلة أنا ما ببشرك من عندي لأنه أنا بعلم الغيب ولا ببشرك لأنه أنا قاعد جوة خرفة العمليات ولا أنا في مركز الغياد والسيطرة أنا ببشرك علما بالله ومن شغلين أنا اشتغلت والجيش اللي أنا اشتغلت في والآن عارفهم العساكر والضباطة غاتلت معاهم وشغال معاهم أنا عارف كده أنا عارفهم هم يشيرون جالناس ما جوا لقروش ولا لمرتب ولا عندهم أي حاجة وناس شغلين شغلون وعلى على درجات المهنية والعالم الآن يتعلم منهم وحازدننا وغاطننا على إن إحنا فيه دا كيف الجيش دا كده مدرسة مدرسة والله مدرسة فأنا ببشيركم ببشارات الله لا أنا قاعد أبشيركم بها نصر الله آت لو شككت في الكلام دراجع إيمانك أنت ما مؤمن غزما عنك لأن الله من صورة الحق ما من صورة الباطل والناس دين عليه باطل مليون باطل مليون باطل غدر بالعهود وحنس بالغسم وهاتك للعراب وسرقل ونهب للأموال دا فعل الله دا ما أمر به الله أقولوا ما تسمعون وأستغفروا الله العظيم لي ولكم فاستغفروا إنه الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحزبنا الله ونعم الوكيل والله أكبر ولا نامت عين الجبنة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة